اشتركوا في القناة هنا لنقول لإخوانا أخواتي الكرام لأنه بالطبع هذا الموضوع تشكل واحد القلق تقريبا الأسر وطلع هذا القلق بحاله وتابعنا دائما دائما تلاحقنا وخاصة في هذا الوقت في هذا العصر وبدأت تحكم في الطفل كثيرا تحكموا فيش لهذا حتى ذلك الخيوط التي يكونوا احنا كأباء اللي بيدينا وبيدينا اللعبة مبقاش محصورة بيدينا ولات الأمور أمور في شكل لذا الحمد لله لدينا هنا نخبة من الكوتشيز من المرشدين الأسديدة من أصحاب رسالة قيمة نفتحوا هذا اللقاء إن شاء الله بسؤال يعني فيين غادي نوصله احنا بهذا العالم مرقبي وبهذا التطول اللي غادي مرحبا إخوان احنا ديري دردش عما حوار عام يعني كل واحد تعبر الأفكار ديالو وتنختلفه في الأهراء ونخرج بشي نوقات مهمة جدا جدا مرحبا الإخوان أخواتي الكرام الكلمة لكم يا الله أسديدها مساء الخيز دي حسان مساء الخير الجميع وفي علامة كما قلت أولا تنقدم بتحية لسي حسان جميع الكوتشيز الأساتي دا وكما قلت موضوع رائع وتيهم منات يهم حياتنا اليومية يهم الأسرة لأنه العالم الرقمي صباح جزء لا يتجزأ من الحياة ديالنا نعم وكساسوى ديزادولت ولا مراهقين ولا أطفال سبحنا تنشاهدوا بأن كل شي يعني في العالم ديالو كل شي تيهتم بالعالم الرقمي بواحد شكل يعني خاص وتيعيش العالم ديالو هذا عنده إيجابيات باش ما نكونوش تنغمصوا فقط في السلبيات وعندو أكيد سلبيات لا على الأطفال ولا على 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 الإزادولت أكيد كان مجموعة كان نحاولو نطرق الأبعاد النفسية الأبعاد الاجتماعية الأبعاد الأكاديمية التأثير ليا العالم الرقمي ولكن الخصوص والجانب المهم والأهم اللي نبغي نطرق ليه في هذا التدخل هو الجانب الاجتماعي لأن أصبحتنا تنشوف أزدي حسان واحد يعني واحد من غيماس كل في العالم الرقمي وبالتالي كان واحد نوع من العزلة الاجتماعية الأسراء لأن تنشوف أن كل واحد تنغمص في العالم ديالو في الموند ديالو وبالتالي ذلك التفاعل وذلك الاتصال ما بالأسراء واللي تنشوف بحالي تنقص يعني ذلك التواصل اللي كنا إحنا كبرنا به وتعودنا عليه فالجاد العالم الرقمي واللي نتنشوف ذلك الجانب يتتواصل في الأسراء بحالي تنقص وتأخذ أبعاد أبعاد وحد أخر يعني الطفل في العالم الرقمي ديالو وتحقق به ذاته بتالناس الكبار في العالم الرقمي ديالو وتحقق به الدوات ديالو بحالي أصبح أن العالم الرقمي هو أن تتحقق ذلك الدات ديالو وأن تدرك ذلك العالم ديالو لحالي الناس اللي تشبهوا لك حالي تتكون ذلك الموحيد ديالو وبالتالي هذا تنعكس على التواصل ديالنا تنعكس على التفاعل الشماعي ديالنا وأكيد تكون تأثير على الأسرة الصغيرة وأكيد هذا يكون تأثير على المجتمع شكرا سي عمر أستاذة خديجة هزا يديك الناس المدرسات يحترم ونظم تزيد يتنحنا يكن ندخل بصبت ديالنا سبحان مساء الخير أستاذ مرحبا أستاذ أستاذ كنت تسمعني تنسمعكم زينا أستاذ السلام عليكم أستاذ السلام عليكم لكوتش أستاذ هو موضوع كيف قال كوتش عمر كوتش موضوع جد مهم أننا نحن نعيش هذه التكنولوجيا وهي جد مهمة في الحياة ديالنا لذلك كان بالنسبة لتدخل اللي غندير وأن هاد هاد التكنولوجيا أو هاد العالم الرقمي هو سيف دو حدين أهم لكتسمعوني أستاذ أستاذ يعني كيف قلت سيف دو حدين عنده عنده الإيجابيات دياله وعنده السلبية دياله هاد السلبية وهاد الإيجابيات كتوقف علينا نحن كيفاش يمكن لنا نتحكم في هاد العالم الرقمي كيفاش نخل نوضفوه في أشياء اللي غاد نفعنا ماشي غاد تقدر تخرج على ولداتنا تخرج على الحياة ديالنا لأن نلقوا بساف ديال المشاكل العائلية مشاكل صحية ديال أطفال مشاكل نفسية كنلقوا الأسباب دياله هو هاد الإنغيماس الغير المقنن أو هاد الاستعمال غير المقنن ديال الولوج لهذا العالم الرقمي إذن هناك بجموعة ديال النقاط اللي كتخلي تأثير ديال العالم الرقمي كيأثر بطريقة سلبية على الأطفال ديالها يعني من خلال الإدمان على التكنولوجيا لأن الأطفال كيقضوا وقت طويل أمام الشاشات المحتوى اللي كيشوفوا كيكون محتوى غير مناسب لهم كيخليهم أنه النشاط الحيوي أو النشاط البدني ما كيبقاش لأنه كيبقى غالس في بلاصة ما عنده نشاط يقدر يقوم به ما كيكونش التواصل مع المججمع أو التواصل ما يسمى التواصل الاجتماعي كان كيبقى منغالق على نفسه لأنه مرس كنلقوا أسباب توحد بي الأسباب دي التوحد أن الطفل كيكون من صغر ومدمين على هاد الشاشات وعلى التلفاز كذلك المخاطر دي هاد العالم الرقمي على الأطفل دي أنه كيكون هناك التنمور الإلكتروني أو التنمور للأنترنت التزاز اللي كيوقع لوليدات دي دينا وكيخلق لنا مشاكل إحنا كآباء مع ولداتنا هذا هو التدخل اللي غندير باش ما نكترش للأساس شكرا شكرا أستاذ نبيلا نعم يلا اللي بستعت مرحبا داكو السلام عليكم أنا كنت صدق لي درس بحث على الرقمنا العالم الرقمي في الأشياء الأساري وإذا بغيت نصردكم البحث دي ولكن أنا دبا ما نهضرش على البحث لأنك كان طويل وفي بزاف دي المواضع ولكن أنا غنهضر دبا عفية على حسب الحياة المعاشة اللي كنعيش مع ولداتنا ومعارسنا حنايا حلما غنجيو شي مثلا ما غنتهم وغي ولداتنا أو للأطفل أو للمراهقين حتى الإنسان كبير حتى كتلقى مثلا الزوج كتلقى الزوجة يعني هما أسرة واحدة ولكن كل واحد عايش واحد الحياة الأخرى اللي ما كعرفهاش الشارك لياله في العالم الرقمنا يعني كل واحد كيمشي مثلا عنده واحد حياة خاصة خاصة في العالم الرقمي العالم الرقمي حاجة طبيعية فيه الحاجة سلبية وفيه الحاجة إيجابية أنا ما شيء نقول حقا أستاذا خديجة إحنا اللي خصنا نتحكمه مثلا خصوصا في الأولاد دينا هي هدت على الأطفال باقي الأطفال ديالك تقدر تحكم فيهم علاش كيكونوا باقي صغارين ويقدروا يسمعوك ولكن المشكلة كتكون مع المراهقين لأن المراهق هذاك العالم دياله ما كيبغيك شينتين بخلفه ما كيبغيك شينتين تعرف أش كيعمل في ديك العالم إذن هنا يفحل لقناة أستاذا كيدخول تنمر الإلكترونيك كيدخول لبتيزاز لا بنسمى الدكر لا بنسمى الإينات وأكتر يكون ديالإينات وهو ما كيقدروا شي يقولوا ديك المشاكل اللي عندهم حتى اللي كتبقى على الواقعة وكيكون ما قدر الله ما قدر الله أو شاء أفعل إذن هذا العالم هذا عالم صعيب وإحنا يعني ما تتنسناش إذا غد نعمله مثلا كيفاش عيشنا إحنا وكيفاش كان عيش ودابا يعني شنو غنفضله وش غنفضله الحياة اللي عيشناها قديم أو الحياة هذه أنا بالنسبة لي لأنا شخصيا كان توحش الحياة ديالي قديمة سفغي ما كانش في هات تكنولوجيا حتى التليفون بغطاب ما كانش كاين ولكن الساكينة كنا عايشين الراحة ما كناش عايشين في المشاكل يعني اللي خرج من الضرب هو غادي يدخل كنعرفه دبا واخد تليفون غير تليفون إذا تفاق را كدخل وقعت شي مصيبة لأن التليفون كيخصو يكون محلول عند وديداتك يعني عملنا واحد اللخبطة عملنا واحد واحد العذاب النفسي كتخاف وديداتك غادي يدخلوا الفيسبوك شنو كيعملو والمشكلة الكبيرة ما كيش تتواصل فوق الطبلة دي المكلة كتلقى كل واحد حاط التليفون ديالو وليزي كوتو وهو في عالم ديالو وخات قلهم ممنوع أرى الصعيب باش غا تفهم مع المراهق هو ما كيتقبل شي مثلا الحياة ديالو المعيشية ديالو مع الواردين ديالو كيخصو الحياة ديالو كيهدر مع أصحابه هو كياكل هو كيهدر في التليفون إذن مشكل كبير اللي كيخصو حقيقة كيخصو واحد الحل وكيخص أن الآباء يكونوا هنا هما هما برا ثم مربيين لأنك تلقى حيث الولد أو للبنت كتقلد الوالدين ديالو راك تلقى مثلا الأم هيك هيك تردع ولده هي في التليفون راك يعملو دي كاريكاتيو أن البيبيرون ماشي في الفم ديالو ديالو حيث من كترة نغيمات ديالو في الانترنت والأب كذلك ما كيعطيشي الوقت لنمراته لنولاده في العالم الانترنت إذن كيفش غايكون وليداتهم هذا مشكل ماشي سهل ما نقولوش أنه كيخصنا نشوفوا وليدتنا أش كيديرو كأنه صعب كيخص واحد أنا معرفش شنو كيخص بالضبط ولكن كيخص واحد إعادة التربية من جديد لأن هاد العالم احنا مشي متنسين به عاد باللينا إذن كيفش غادي نتعاملوا معه هناك يخصنا نكونوا حاكمين من أول مرة حناية باش يتبعونا وليداتنا شكرا مستدر ربيلا سيحسان 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 تسمعني مرحبا مرحبا سيحسان 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 السلام عليكم كوشين كل أخط اسمتها وكل زعو مرت هو نقوم بأن الحقبة التي نعيزها هي حقبة رقمنا حقبة دائما رقمنا لمنازع إذن هذه الحالة الكل الآباء والأطفال مستمرين وعايشين في حياة الجيلتهم الإلكترونية اللي بعدوا الواقع الحقيقي اللي خصنا نعيش ونعيش فيه قلت الأستاذ اللي دازد نبينا إذن في هذه الحالة خصنا نفكر كيف نقنن نقنن هذا استعمال العالم الرقمي مثلا الطاب أو الهواتيب كيف غاد نقنن هذا شيء هو أنه غاد نغضو من الكبار يعني الآباء الوالدين يحاول يضفط استعمال الهاتيب مثلا واحد لأن كل شيء الأطفال لأن الأطفال يتدك شيء يتبع لبنع للطفل يعني ركز من إخضاع من الوالدين نعم إذن في هذه الحالة قد نحاول أن الوالدين يقن أنه هذو الهاتيب يعني مثلا يجب من واحد المدب يتبع في وقت الأكل أو المراجعة بالماء يخدم مش بيه هذه حاجة ثاني حاجة انه هاد كنين خسي يكون من الفضياء يعني متى يكون الطويل التي يعرف مثلا عامين بداء من عام الفوق يعني متى ولي كتل ولي كتل ولي كتل ولي كتل ولي كتل ولي شوف الفيديو ولي شي حاجة يعني اكثر بلسف البرفر ومقتر في التعطابن لهاتي يعني تيأثر عليهم اكويني نقاط اجوائبية ديال هاد العالم الرقمي وانه الموطنس تعملوا في حاجات خرى كبروكوت ولا في مثلا في المدرسة الى بنا نبتعله شي حاجة ولا نتعملوا مثلا بحالة في شي جال مثلا بنا نحاولوا نقدو شي في درس نحاولوا هذك الطبس اللي في القرار مثلا بك الميد يحاول يغيروا يحاول يبوروا ويغيروا على شكل مثلا قطاطات باستعمل الاستعمال الهاتف ولا استعمال الفيديو واشي اللي كنا استد شكرا استد دبنا اعطيك الكلمة السي عمار هنا واحد سؤال اخوانا اخوانا كرام واش تطور لمشكل لنا خطورة ولا احنا كاباء ما قدرناش نسيروا هالتطور ولينا رأى الآباء اللي ما قدروا ان تسير تطوره وما قدش نقول للآباء نقولوا حتى الآباء الاسالي دا قاعد الجيل دي الستيلات المسائل واحدة نسبة كثيرة واحدة نخبة ما تقدرش يسيروا وتنعرفوا بانه هذا هذه قصة اعترفوا بانه الابناء دينا والشباب مراهقين والشباب بانهم سباقين التكنولوجيا ومتفوقين على الاسالي دا دينا وهناك كيف يعقل كيفاش بيحل هذا المشكل وكيفاش الأستاذ يحل هذا المشكل شوف أستاذ هوا بصراحة انه يعني ماشي غير الآباء بوحدهم او ولادهم يعني هو كل شي عنده مشكلة لانه لاش لانه التكنولوجيا هدي حديثة يعني ماشي يعني واحدة أصل تربينا عليهم مش حال هادي او لحناية من اللي تولدنا لقينا هكاينا يمكن هاد الجيل اللي غالي يجي من بعد يمكن حتى غير يكونوا متسانسين لا أباء ديانهم ولا الأولاد ديانهم ولكن دا بحنا يفعل حقنا اللي احنا بكناش عارفين هاد التطور التكنولوجي إذا غالقوا صعوبة كيفاش غالت يعملوا معه وخصوصا إذا فايرنا في الأول مع ولدتنا وهم صغر دا بك تلقى مثلا إذا امشيت مثلا غير فيسبوك تلقى ذاك اللي بيبليكاسون تلقى البيبي البيبي بقي عنده أربع شهر هو عنده البرتابل يما هكت زول البرتابل كيف بكي إذا كيفاش غالت عمل مع هاد البيبي هادا اللي عايقفون عنده عام اللي عايقفون عنده عاميين هم اللي عايقون عنده تلسنين أتولي إذا فما بالو كم اللي عايقوا مراهق واش هتقدر تزولوا لأن المراهقين بصفة عامة كيكونوا معاندين كيكون عندهم أن الأسرة ديالهم يعني غالي يسمع الكلام ديال أصدقاء ديالهم ما غالي يسمعش الكلام ديال الآباء ديالهم ما شيكور هل ولكن هكذا كيكونوا في المرحلة ديال المراهقة إذا كيفاش بغيتي انتنا ممنعتي شي هو بقي طفل وغادي تجينا المراهقة غا تبنع لواحد حاجة هو كيكون عينين انت يا مليك تقولوا شي حاجة مصلحتهم ما كيسمعش إذن هنا يفكينا الصعوبة الصعوبة الوالدين كيفاش غايتعاملوا يعني الوالدين كيخصهم يتعلموا شنو ما الأدوات اللي قدروا يستعملوها باش غادي يربيوا رأسهم وكيفاش غادي يتعلموا هذه الأدوات باش غايتبقوها على ولادهم ولادهم كذلك كيخصوا معه وتاني يعني يسمعوا الكلام ديال ووالدين ديالهم ويعرفوا شنو ما الخطر يعني الخطورة ديال الرقمنة لأن شكو اللي كيعرفه الإنسان اللي كيوقع في المخالب دياله را كي اللي كتودي بهم حتى الانتحار كي اللي كتودي بهم من الحفز لك ساعتك عاد كيعرفوا الخطورة إذن يا حبادة لو تكون هنا يا كينا المعلومة وكينا المهارة باش غاين علموا ولدتنا ماذا يجري أنا شكا نعمل بعض مرات أختلقوا القصص أختلقوا القصص من رأسي وكان قولها نولادي هاشو نوقع هاشو نوقع هاشو نوقع هاشو نوقع شكي قولولي كي قولولي شوفي هاتش هذا كين من دائما غير ما كان شكي الإعلام لكي يبينو فعلا حيث ما مطورين هاد الجهاز فعلا فعلا ديال صح بحال دبا تتناقش القضية في وزارة الإعلام صديق ديالي قال لي يا كيف يعقل أي واحد دبا عنده إذاعة جيبه أي حاجة وقعت تتصور ديك الساعة احنا عاد سننا الإذاعة وتسننا وقاليك هاد الجيل رأس سابقنا قاليك حنا باش نحطوه حلقانون ونتبقوه خصنا عشر سنين تمس سنين باش يلا يتبقوا ويافقوا عليه أخرى الجهاز الرسمية قاليك حنا كام غربا قاليك هادو أفايتين قاليك رأولينا حنا تنقلبوه إلى حلول تلقيعية كيفاش ندروا هذه كيفاش نزير هذه كيفاش قاليك خرج لك شي بلدينا وحنا دبا تنتكلموه كام غربا وكعرب والأغلبين ما عندوش لانتبنت ولا أفريك تنتكلموه باب ديال جوجل فيسبوك تيك توك والبحث ولكن شنون نقول كنا أستاذ العاسيس كان الناس اللي ما عندو يعني ما عندوش الانترنت ما عندوش مثلا الفخ فيه أو لا ما عندوش فلوس وكيمشي يعمر لك ألف فرنج يعمر لك أفيف فرنج أو لك يطلب من شي واحد يعمره ما يقدرش يبقى سوأنترنت تخيل أن شي واحد تخسر له التليفون رأى ما يمكنش احنا كاملين ما يقدرش يمشي يطلب فيه موتيت هذا يغد يعدل كأنوح العضو من جسم دياله مشاله لا ولكن طبعي تلحل لا أنا ما قدرش يخدامه به لا أنا كمدار على يعني عندك يعني في حياتك البرتابل يعني كنت تهدر معا الأصدقاء ديالك عندك فيسبوك عندك إستغرام وصافي مشي الخدمات تدريبات أو لقراء أنا ما يقدرش يبقى وشنا تقول في دكالي الساعة دبرا المشكل فيسبوك تيك توك وشنا تقول في دكالي الصناعي رأى نموضوع خاص في دكالي الصناعي رأى مشي مشكل دكالي مستني دخلتي معلومات وما دخلوا لي أن سيستيب لتي يعلم راسوب راسوب وفين يوصل بتعلوم الله يعلم الناس اللي حطوه دبا ما عارفين في بيوصل هاد الدكالي الصناعي يعني تنجرب تنجرب واحد تتباق قبيلة تنجرب عادي ماشي قعد تتباق واحد اللي في في تيك توك رأى خطار دكش ها صورت لي يطبله وحطي طلو قلت لي يلا دين مسائل كل شي تكمل كل شي قدو يلا عطيتوا تصوير في النص ديالي كل شي يكمل جسد يزلوا التليفون حط التليفون حط التليفون هاته يعدوا دير اشنون قولوا في تخصوصات ديرهم مستقبل ديرهم واش بحال مستقبل ديرنا ماشي بحال ادو المشكل اشنون هم المهال اللي يكونوا ورا دابا وما عرى ماشي لشوت لسوزا ماشي اكو التليفون حطوه ديره ممكن تحكم في هذا شي لكن المشكل احنا كابا تنجه الولدي دكش لتعرفنا 30 سنة 40 سنة دكش ليكون 20 سنة 30 سنة إلا ودك عند مزيوت 2010 كي غادي يكون من أنا 2030 إلى 2035 إلا ودك 2006 كي يكون 2014 2015 كي يكون هاته تطف في كينا شانجمو دكشي عناش هو العالم دي الوم اروا كي قال سي حسان كي قلنا دك 18 شهر تل عامين مخصوش از قال لك حتا دك الفدرة مخصوش نشوفها الوود صغور وقاعد منتي يفوت عام بيشوفها يكون مع ماما ولا اش داتي باتش شرح لي اللي زي بين والسيناريو عندك بين 5 سنين حتى 18 سنة يعني مخصوش يفوت ساعتين في النهار هالشي هي من ناحية اللعب ومن ناحية ومن ناحية هنا غادي نكون وكل إشكالي هما دهما منتي تتربى واحد العدد حدا بولدتنا عنده تليفون هو لعب pc هو لعب كي الناس أنا طلقت معه كبار تشوفك خدا ونطلق معك شي حاجة وشك مرور وراتين تقول لك وبرك ملعب هالشي حسن تنقول له انت ناحية اللعب وحنا خدا يعني عندهم بيس اللعب نشير بيس باش اللعب تحاوم ما عتعت لدهم لأ تقول ليش بغيتي واش بغيتي game ولا بغيتي هتقول لأ عرفت اللعب تنقول لأ اغلبية ماشي باي بروفتي ويستغل شي حاجة هنا كين بروغرام ما واشي ماشي في نت نقش هاد شي اما حتى هذوك الاطباء اللي غادي يكون طبيب الخابير ونش راح الكابير ما بقى اذاك شي ولا الروب الكابير حتى البناءات المسايا ولادك بواحد تطور غريب جدا جدا اذاك نشوف ولدتنا يلا هما في البداية اذاك ما ندخل هنا نقش الامر قلت يا استاذ نبي لأ بنا ولدت معك يكون يكتب هذا يقول نص نص 50% يعني افترا 50% وقعي ودخل في مجموعة المهن دخل في مجموعة المهن 50% افترا 50% وقعي يعني حتى اذاك اجتماعي يمشي كامل ولكن حتى شي حاجة اللي مع امرك كانت تحقق رات تحقق يعني لكن فوائد سهل علينا بحال دبان عاية الام عند وليدتها برد والبعد تمت وصل مع وليدتي على الواتصاب تنشوف هم دي ماذا ستنا بونتاش وكل لابونتاش تنقص انا تنسب بح 4-5-6 وغيان ما كان يمشي هذا هو الاشكال نفي انت نقول اذا كان يقول لك فوق 8 ساعة اليد مال يعني في اللعب لا تنخدم به لعب لاش عجرة تسم اليد مال عمر كان نقطة بتتقول حسن نرتفق على انه لبالعظم الرقمي تيفرض نفسه لان احنا بغض ننظر على مشكلة دي التعامل ولا اشنو اللي خلقنا المشكل ده احنا في واحد العالم فرض نفسه الابحاث الدكاء الصناعي كل شي تستخدم الانترنت باش يقرأ باش يسقم دكتور ردي له باش يشتغل هذا واقع لكن لما تنقل مشكلة التعامل مع المراهق ولا كيفاش نقطر ديك المراهق هداك المراهق راه نتاج دي الواحد الاسرة اسكل اللي اعطاه ديك البغطابل في سن دي الخمس ستنين اذا قبل ما نعرف المشكلة ولا نعرف الاساس المشكلة سننشوف احنا يا بعد احنا كيفاش تنتعامل من اللول سنشوف المهات ولا الابا بخفوة غير باش يخليوا ديك الوليد تكلم تيعطيوها ام بغطابل تتلقاه في عمره وربع سنين ولا خمس سنين تيعطيوها ام بغطابل تنشوف بان عائلات تيحفزوا الوليدات ديالهم تيقلوا لهم في الصيف ولا في العطال إلا جبتوا نقاط ممتازة راه عندكم البرغطابل دوط لاجوني ولا واحد عدد الساعات ومن بعد فاش تتجي القرية تيقلوا للا دب هاد البرغطاب هنزول كيف يؤقل انتا تتخلق له واحد الساعات تتعطيوه واحد الهرمون ديال دوبامين اللي تتخلق له في العطال وتتقرنه بواحد الهاتف من بعد تتجي وتتقول اه لا كاين مشكل انا ما عرفتش نتحكم في المراهق لا لا ركاين مشكل منهاجي في طريقة هذه التربية اولا في طريقة الحوار يعني خلقه واحد الحوار ممنهاج وخلصنا يكون عندنا واحد من نظام نظام في التعامل كيف سوى بعطلة كيف سوى صيف كيف سوى ايام عادية تيكون عندنا واحد القانون تي اطرنا في التعامل مع هاد يعني الهواتف الذكية يعني العالم الرقمي وبذلك نحن بتنكون هذا القانون التي اطرنا تنحاول نعطيه واحد الاطار ليتي سهل علينا التعامل مع هاد المراهقين ممكن نزولولو وما تيقرؤو به كما قال سي حسن رأى ناس دبتش الشغل بالبرطال كيف هذين نقول اه ما تقبلش البرطال وانا نهار كله شغل البرطال ولو انا تنشغل ولكن تكدري ما تعرف شوش انا تنشغل به ولا تلعب ولا تشندي ان الوليد ما شه هو انا يشوف البرطال تتحبون تشوف البرطال انا تنشغل به فعلا تنشغل تندر ابحث تنخدم الدكاء الصناعي ولكن هو تشوفني غير هذ البرطال ديالي اشندي الله اعلم اذا هنا الوليد سيتربى ذلك اللي تشوف وبالتالي انا بني تنحكم عليه ولا تنقل بان مشكلة عن التعامل معه مشكلة اولى التعامل ديالي انا مع ديال العالم الرقمي وكيفاش تنقل لذلك الوليد ولا ديال البنية نراجع نفسنا طريقة ديال التعامل كيفاش تنقطر اليد ديال الصغر لماذا تشوف المسائل وشنو القوانين اللي تنشطوها في الاسرة بينتنا باش نشغلو في هاد العالم الرقمي واحد دراسة ديال حسن في كاليفورنيا في 2006 باش شوف تأثير ديال العالم الرقمي على المستوى الدراسي وعلى الترابة النوم بالطب الجامعة كاليفورنيا قبطت دراسة درسلة 2048 انفوما بين عشر سين وسبعتاش العام وشافوا تأثير ديال العالم الرقمي على الطرقة النوم على الترابة النوم عند الطفل القوبي ان الاطفال اللي ياخدوا البرطاب ديالهم ساعة قبل النوم عندهم ترابة النوم بنسبة تدفق 50% ودى الاطفال اللي يقبطوا البرطاب في الشامب مضليمة أو البيت مضليم يصلوا حتى 80% إصابة بالتراب النوم وهذا أكيد يأثر لهم على السلوك ديالهم على تحصل الدراسة ديالهم على النفسية ديالهم حتى المسألة خطيرة حتى تلقى الوليدات بأن هم يمكن ينعس يقبط القوطة دياله وشوف في فيسبوك ويتشيك فيسبوك دياله ومن بعد تنقو يعني مسألة ماشي سهلة ولكن سنرجع وتنقو أشه القوانين وكيفية الشيوار التي تنخلقها مع الطفل لكي نؤثر هذه المسألة التي تتعامل مع العالم في عنا قصة أسرتكم متقافة ديالهم لدينا وليداتنا وكانوا الأبا ودعنا معه من صندوق دعنا معه بحل نقاش نقول لهم بركتي بلكم الانترنت أكيد يقول ولدات بأن تجرب زوينة وانترنت إيجابي وهذه وإحنا كآباء طيب الحال تنقول لا الوقت تيضيع وهذه 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 هنا وفعلا رأيك شي أي حاجة تتفوت للقياس ديالها تترجع عليك بالجانب تترجع عليك بسليبيات وكيف تتعرف كيف تستغل لها مزي راح لدينا وليداتنا تتمش تتصل الوقت تتقول لي هلا تيجي من المدرس تقول لي قد يجي تتحدث تليفون كامل شي ما تقول لي قد تت تتحدث ونعطيك تليفون نهار كامل هذا مشكل تتخلق بل أنا السيحسان شي واحد هذي يشارك معنا السيحسان ولا الأستاذ نبي لا لا سيحسان تقول لها عمر بسليقال قلبا وعيدة بيادة على بسليقال وأن التي أطر بداية للنوم الطرع الثالة الجبهة التي يجب تتحدث عن طفل الحركة وقد يكون لديها التوفيد وانتم ما تقول بأن تفتح أفاق على تلك الناس حسب التجاري بالدرس الأفاق التي كانت محدودة في القسم تفتح أفاق أخرى لما لأستاذ ولا وزارة يقول شها دبرة هذه نحية إيجابية نحية إيجابية نحية فعلا تروا كل ما هو كان إيجابية وكيسلبيت هنا تنقش صعيف هذا للإنترنت هو مثلا العملات المشفرة كريبتو الشبكات المظلمة داركويب هذه أشياء تبتل مباشر أنا كنت نقلب لإعتداءة الجنسية على الأطفال هذه الأشياء تحديوا حتى السلطات لا يستطيع تواكبهم لا يعرفون هرئيس لا يعرفون نحن إنتدخل ترقمنا في الشورط هذه الأشياءات وذلك تكون ضعيف شوية أشياء التي ستساعدو هما للوجيس التي تتشرب هما التي ستساعدو يلا أسادة كيرام نعطيكم معاوتاني من كين قلت وفلو وقال نسي عمر بأنه تبعدك على الجانب الاجتماعي ما تطرب الصداقات ما هذه ما هذه وكين كين الناس عاوتاني اللي خجل اللي مطبعو تربطوا صداقات عبر الأنترنت تتجوم سهلة ولكن المشكلة حسن هو أنه هذه العلاقات التي تتربطوا هي علاقات تشبه في شخصيته لابد أنه إياك العالم المرقبي إلا كنت تتختلف معايا هذه وإلا كنت تتجمي لذلك شيء تنذير هذه تكون معايا تتعلم الوليد أنه تتوافق كل ما هو موافق لشخصيته وكين نحن في الحياة الحقيقية وشي في حياة الافتراضية وتنتقبلوا معايا الناس التي ما تتتوافقوش معايا الناس ما تيبغيوناش الناس يعني ما تتقاسموش معايا نفس الأراء ولكن نحن تعيشوا معاهم وبالتالي هذه الوليدات التي تبقوا من غاق في عالمهم الرقمي ما تيعرفوش يتعيشوا معايا الاختلافات وتشكلهم مشكلة في الشخصية وفي تعامل ديالهم هناك الاختلاف هناك المشكلة دي حسن هناك تفسير معايا كبيرة ويسي ويسي هذا القزية اللي قلتي هادو اللي تيكون تعيشنو معاهم ما تيحرقوش ما تيشوفوش يقدر يستغلو يقدر يستغلو وقدر يجيبو 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 بطريق صحيح هندو نحن نمشي معاها بعد كل الواتيارة ديالو تيقولي يا واخراد وانت قنا ويكفين إنه هنا تيولي تصل حاجة أخرى وادو اللي فاطير قاب زيان هادو القزية قلتي هادو علاج دابا يعني في العالم العالم متقديم اللي علينا الولد عنده خمس سنين ديالي تليفون وفي الانبيوس ديال وفي جي باي اتحرك انت تتبع بالخريطة هادو هنحي دولي الانترنت واش عرف احنا ما عندناش هادو الامكان ما عندناش حلالة هي ركاينة وكي ما عندناش كل شي يعني انت يباليك والدك كيف تبعو فين غادية هال باركور ديال مدرسات يخرج على تلك عنده واحد باركور تيمشي فيه عنده واحد لانتغاج وواحد البيريفيريك تيكون فيه هات يخرج من البيريفيريك تتصوني واجه تتخلع كي قلت الاستاذ نبي لكي انتغارات كي اطلق القاز كامل ويقول لديها هادي من ناحية الدي اللي يجو كنت رتنوا البيت على اللي يجو وتأثير هذا كشير تيخلع تيخلع هلاش حيك لوجون تيدان دوبامين وهذا تيأطرت على قريته على شي يأطر على قريته احنا نجو تيأطرت على قريته حيث الاستاذ اللي تيلقع هذا اللي تشرح لي انا كنت قرأت اخر معلومة بانه تقول الاستاذ الطوب والتلميذ الطوب قال هما بدأو في 5 سنين ما حال تركز التلميذ نسبة التركيز دير له ما حال يركز معه ناشلة ثانية يعني قال لك هما من شاف ه اللي كرون تيلعب انجو تيأطرز مينوت مينمو 14 مينوت قال لك ماكسيمو 14 مينوت تبتلك رون تبتلك السيد هو تيلعب دون قلتي يقول هذا السيد اللي بغير يقرر وبي خدمه تكون يكون جن يعني هما غادين بواحد سرعة وحنا غنتين بشوية رغم اللي عندهم مشاكل مساكن عندهم مشاكل كثيرة رح نكون نشت لات يكون نشت 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 ومشا مع الموجة نحنا كنا في هذا شي لم نحن نشت نشت هذه الأشياء حيث نحن باقي لدينا التخافة تلي فولي جو هذه ما لدينا المعرفة ونطور ونطور وهذا شي تشت فخدم على المنظمة العملية للطفل مع الجمعية العالمية للطب الأطفال التي تنبف هذا شي مداخلة أخوانا أخوتي كيرا أستاذ أنا سير أستاذ برحب أستاذ هو سن نسأل سؤال يعني إحنا التخافة دينا كعرب كمسلمين فش التخافة دي الأوروبا إحنا سنضع للجانب دينا إحنا نسأل ورسنا علاج لا الكبار للصغر يعني كين دفعوا نحو الرقمان كان أنترنت كان فيسبوك كان واتساب كان أي لاش يعني إحنا ما نهضرش على الناس اللي عندهم تدريب اللي كيقرأوا لا هذا ما كينتش مشكل معهم ولكن الناس الأخرين اللي كل شي كيهرب يعني أنا كنقول كيهربوا مي كيهربوا شنو الحاجة اللي مخليهم في الواقع ديالهم أنه كيهربوا من الواقع ديالهم لأن إذا كنت قبلتك تهضروا أن إنسان كيمشي كيعمل أصدقاء في العالم افتراضي عنش كعملك أصدقاء في عالم افتراضي مثلا كالقوم مثلا الزوج كيمشي كيخون الزوجة ديالهم في العالم افتراضي وفي عالم افتراضي كيكون أحسن زوج وفي العالم الواقعي ما كيكون شي أحسن زوج وفي العالم افتراضي كيختار الحاجة اللي كيبغيها مع أنه في الواقع كيكون إنسان مغير المراهق كذلك كيمشي عاو تاني العالم دياله افتراضي غروبا من الواقع دياله اذا اشني الحاجة اللي كتخله يهرب والتاني حاجة الفراغ قاتل الفراغ اللي لم تشغله شغلك عندك وقت الفراغ اشنو غتعمل به هناك يخصنا نعمر الفراغ بزفية الحويج يعني ابسطها ان الانسان كيقلس ده بحتدك اللمة الاسرية نعم ما بقاتش يعني هديك عنده واحد الفاضل كبير عنده واحد احساس عنده واحد مشاعر كتبقى مدى الازل يعني كتحس بها وكتشعر بها واش دك اللمة بقى الحد لان اذا تجمعه كيجمعه نهار الجمعة اذا تجمعه اولا في الاعياد واخا احنا نقوله كيجمعه ارا واخا كيجمعه ارا اللي كتكون تم مغريبة هي الجدة كتكون كتشوف كل واحد قاس قدامه وكل واحد تشت تليفون دياله احتموا لادا القبار اذا علاش وكوا واش نقص في المشاعر نقص في الحب نقص في التفاهم انا ما نجاوبش ولكن هادو كاملين على ما استفهم اللي كيخصنا نعرفه لا يمكنش يكون واحد غادي ينغامس في هذا الدومين هذا من غير سبب يعني غادي تسول واحد غا يقولك انا كان هرب العائلة ديالي غا تسول تاني غا يقولك انا تمك لقى رحتي لانا بزاف كي لقى ورحتم في العالم